المباراة تساوبة الأهلي أو الزمالك النهارده رأيك في مباراة الأهلي النهارده كابتل رأيك في أداء الفريق بعد فترة طويلة من الغياب من راحة بعض اللاعبين الأساسين ومدير فني جديد وأول مباراة دي مع الفريق رأيك في فوز النادي الأهلي النهارده أهم حاجة في مكسب النهارده إن الأهلي كزب في الدهات سعية اللي بقالنا فترة كبيرة أو مش في نهاش تمام فدي ميزة طبعا ميزة عنده ممكن كان افتقادها من فترة الشخصية اللي انت كنت فيه كده أيام سمياني وأيام سبوه اللي ميش التاني ده دي جي تلتين سوارش سوارش الميزة دي افتقدتها انت في الفترة دي فأنت لما تبدأ بأول مطش خارج ملعبك وتفضل لآخر ثانية حتى يعني أنا مش هن هنتكلم بما يرضي لها الفرقة عادية جدا واتنفخ فيها أكتر من لازم يعني إحنا عمالين نقول ده تاني الدور هناك اوه على اساس المركز بتاعها في الدورة لأ بص وليس كلاب الترجي مليش دعوة بص كل بص لا الترجي ولا النجم الساحل مش هيبقوا زي الأول لانه كل واحد بيعرف يبصد الوقتي في تونس أو في المغرب أو في الجهاز بيطلع على أوروبا واخد بالك فبيبقى اللعيبة الأوليلة فأنت انت النادي الآلي أو نادي الزمالك واخد بالك فأنت مهما كان فرقا حتى لو ترجي في كامل ليقتو البدنية والفنية والمعنوية لأ النادي الآلي ونادي الزمالك دلت في حتة تانية هجدعان فأنتو خوفتونا وقعدتو تقولوا ده المركز التاني وكان هاخد الدور السنة اللي فاتت وقلنا يبقى فرقة هلمية فرقة أعلمية ربنا يصر على النادي الآلي ده ماعملتش هجمة يعني ماعملتش ده مش تقليل خلي بالك ده مش تقليل بس أنا عايز أرجع بس الجمهير النادي الآلي عايز أرجع لجمهير النادي الآلي في حتة بس طوض لما اللعيبة ارتاحت ورجعت النهاردة كله وقف على رجله بغض النظر انت بتلعب مين المستوى عامل ايه ولا الكلام ده مش دول اللعيبة اللي انتو كنتو بتقولوا احنا عايزين عايزين صفقة عليهم او عشر صفقات على الآل هو النادي الآل ماعملتش صفقات ليه اللعبية ده بس كانت ارتاح وده الكلام اللي كنا بقول وده الكلام اللي كنا بقول مش دولة اللي جابوا لك اللي اتنين افريقيا ودولة اللي وصلوا لك للنهائي بس كان للأزف مدرب طحن اللعيبة دي يعني جايبهم الارض من مباريات وديها بيلعب بنفس التشكين مباريات رسمية بيلعب بنفس كاس عالم اللي عندها بيلعب راخد بالك هلك اللعيبة دي فاللعيبة جات النهاردة النهاردة والميزة كمان ان المدرب دفع بسافيو وشاد حسين مع القوامل اساسي اكرم توفية كابتا بعد غياب طويل بقول اكرم واخد الحسية من زمان يعني ده ده فرقته الفترة طويلة لاصابة دي كابتا برضو كانت تخاوف انك تلعب لا ما انت رجعت بقى انت كان هيلعب من الموسم اللي فات يلعب من اه لكن طبعا فضلوا انهم افضلوا انه يبدأ من اول الموسم عشان يبقى جاهز مليون في المين يعني اكرم مش غريبة على النادي الاهلي او فرقة النادي الاهلي انما ده شاد حسين وصافيو من سنتين بيلعب ممتاز به والسنادي يلعب النادي الاهلي زافيو ده اللي احنا برضو اتعمل عليه والاعلام بتاعك عمال يقول ده موقوف طب ما لعب النهاردة يعني اذا في ناس بقى يعني انت فاهم عايزة ترند وخلاص وعايزة تقول اي كلام في اي كلام من راجل لعب النهاردة متوقفش دي زمان لسه كانت ممكن يعني في امور ممكن هو بيلعب ما ليش دعوة بس النهاردة كان في التشكيل ولا مش في التشكيل يا كابتن كان في التشكيل ولا مش في التشكيل طيب خلاص بقى يتوقف بعد كده ما ليش ده انا النهاردة شوفته تقييمك بقى للعبين النهاردة بعد الفترة لا تقييمي للعب الجديدة ولا المدرب دلوقتي لان مع كل احترام انت بتلاقي فرقة ما يعني مش مثلا فرقة الا عشان نقولك امكانياته هتبان او بانت في النهاردة